أعزائي من منطقة قصاريا عند البحر الأبيض المتوسط نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل في هذه الحلقة رح نتحدث عن رحلة بولوس إلى روما وهو سجين من هذه المنطقة من منطقة قصاريا اسم قصاريا نسبة إلى أغسطس قيصر بناها هيرودوس الملك الكبير تخليدا وتكريما له أن يأتي إلى هذا المكان لكنه لم يأتي تعتبر المدينة التجارية لأنه بنا فيها ميناء عظيم جدا هذا الميناء كان يخدم للأمور التجارية في هذا المكان تعتبر أيضا المدينة السياسية والتي تقوم بالشؤون الإدارية في أيام بولوس الرسول لكل أنحاء البلاد من هذا المكان كانت الكتائب العسكرية موجودة في هذا المكان في منطقة قصاريا تستطيع أن ترى عدة أبنية في هذه المنطقة المسرح الكبير للفن والموسيقى هذا المسرح الآخر كان لسباق الخيل والمصارعة أو الرياضة تستطيع أن ترى تمثيل وأعمدة ومعابد وهياكل وأيضا اكتشفوا أثرات لكنائس بيزنطية في هذا المكان وطبعا بولوس كان موجود في السجن لفترة سنتين بعد المحاكمة قدم دعواه إلى قيصر وبالفعل أعطوه هذه الدعوة وذهب أخذ سفينة من هذا البحر البحر الأبيض المتوسط من الميناء من هنا إلى روما عن طريق البحر لكنه وصل إلى روما وهو سجين أعزائي من منطقة قصارية عند البحر الأبيض المتوسط أواصل حديثي عن رحلة بولوس الرسول إلى روما أخذ السفينة من هذا البحر الأبيض المتوسط وصار في رحلة طويلة وشاقة أيضا ما كانتش سهلة لكن كان عارف أنه موجود في مركز إرادة الله استخدموا الرب أن يكون مبشر وكارز أيضا بالسفينة استخدموا أيضا أن يكون مستشار واستخدموا أيضا أن يكون شخص عملي يساعد في السفينة ولسيما عندما صاموا وواجهوا العواصف الشديدة ساعدهم أن يوكلوا وطمنهم وشجعهم أن الله سنجيهم ويباركهم أيضا طبعا الوصول إلى روما ما كانش سهل انكسرت السفينة مكثوا ثلاث شهور في منطقة ماليطة أو جزيرة ماليطة استخدم الرب بولوس الرسول بشفاء أبو رئيس الجزيرة وجاءوا بمرضى كثيرون وشفاهم الرسول بولوس ومن هناك انطلقوا بالسفينة إلى روما وصولا طبعا إلى الميناء الرئيسي والرسمي في روما بيطولي وهناك طبعا وانت ماشي أكيد رح تشوف الأسطول الروماني العظيم جدا أريد أن أقول أنه كل شخص في العالم في أيام بولوس الرسول كان يتمنى أن يشوف روما كان يسمع عن عظمة وضخامة روما روما كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية المركز الرئيسي لكل الإمبراطورية أعظم مدينة في العالم عدد سكانها يزيد عن المليون نسمة مبنية على سبع تلال قريبة من نهر الطايبر وهذا النهر يلتقي بالبحر الأبيض المتوسط مما يجعلها منطقة استراتيجية وجميلة جدا فكل العالم كان يأتي إليها إما للتجارة إما للسياحة وإما للعبادة ذهب بولوس طبعا مش كحر ذهب كأسير والله استخدم بولوس الرسول من سجن روما روما العظيمة اللي نفذت أو بسطت نفوذها وقوتها وتأثيرها على كل الأرض وصلت روما إلى العصر الذهبي أيام أغسطس قيصر وأنا في قصاريا هي بنيت هذه البلد تخليدا وتكريما لأغسطس قيصر بناها هيرودوس الكبير طبعا أي شخص بفوت على روما لابد أن يرى أنها مليئة بالأبنية الجميلة منها الفورم أو الأغورا ساحة المدان العام المنطقة التجارية والسياسية ومكان العام كل الناس كانت تكون في منطقة الفورم وأيضا المبنى الضخم الكبير الكولوسيوم التي كانت تقام به الألعاب الرياضية بالواقع أكثر من أربعمائة معبد مكرس للآلهة المختلفة في روما ترى أبنية كبيرة حمامات أكو داكت وطبعا الأقواس التي تخلد وتكرم المنتصرين منها قوس طيتوس وهياكل لكن أريد أن أقول في الختام أنه روما كانت مركز للشر اسمها كان بيرمز للشر كما كانت بابل أيضا لكن بولوس ذهب كأسير وصل إلى روما وبشر روما برسالة المسيح لأنه كان في مركز إرادة الله هل حياتك بتشهد عن نعمة المسيح؟ هل حياتك بتشهد عن محبة المسيح؟ أم ما زلت خائف؟ أبحر الرسول بولوس من منطقة قصارية عند البحر الأبيض المتوسط وطبعا ركب على سفينة هو وأسرى كثيرين الطبيب لوقة يصف رحلة بولوس في البحر وصف دقيق جدا ويذهب إلى أماكن عديدة مرة بجانب آسيا حتى يصل إلى منطقة روما السفر في تلك الأيام لم يكن سهلا بالسفينة ما عندهم السفن مثل سفن الركاب في هذه الأيام لكن السفن كانت سفن تجارية كلما كانت السفينة أكبر كلما كانت هأمن طبعا السفن الكبيرة هي التي كانت تزود بالقمح وطبعا كان لازم يسافر في فترات معينة في أيام الدفئ وليس في أيام المطر والبرد لكن لأنه رفع دعوة إلى قيصر فأخذ على سفينة وأخذ هذه الرحلة الطويلة الشاقة حتى يصل إلى قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية عندما أبحر كان بالسفينة والشيء الجميل أنه عمل معاملة لطيفة جدا وبرفق تام من قائد المئة داخل السفينة حتى عندما وصلوا إلى منطقة صيدة أذن له أن يذهب ويرى أصدقاؤه ويتمتع معهم كانت فكرة الرسول بولوس ينبغي أن أرى روما وعندما كتب إلى أهل روميا في الإصحاح الأول كان مشتاق أن يرى روما لكن لسبب معين ولظرف معين أعاق الشيطان كانت الفكرة أنه يذهب إلى روما قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية ومن هناك يمر أو يذهب إلى منطقة إسبانيا التفاصيل الدقيقة جميل أنك تدرسها في الإصحاح السابع والعشرون والإصحاح الثامن والعشرون من سفر أعمال الرسل ستتعلم وتستفيد كثير من هذه الرحلة لكن ينبغي أن أذكر أنه في هذه الرحلة مع أنه كان أسير لكن سمح أو أذن لبولوس الرسول أن يأخذ اثنين معاه واحد اسمه أريستوخروس وحتى يكون له الكفاءة أنه يجي مع بولوس لازم يعلن أنه عبد لبولوس فتلقائيا من تلقاء نفسه واختيارا صمم أن يكون عبد لبولوس الرسول حتى يخدم حاجاته والشخص الثاني طبعا هو لوقة الطبيب أي أنه يهتم بصحة وجسد بولوس من أجل هذا أذن لهم قائد المئة وطبعا لوقة كان دايما مع بولوس ومن خلال الوصف الدقيق واضح أنه مؤرخ وكاتب مخضرم ورائع في الكتابة يصورها بطريقة إدرامية جميلة جدا يصف رحلة بولوس في البحر لكن عندما وصل إلى منطقة إكريت بولوس أعلن أنه رح يكون في عاصفه وأنه رح السفينة تتكسر لكن ظهر له ملاك الرب ظهر لبولوس ووعده أنه لا يقع به أي أذى والشيء الجميل والعجيب أيضا هو وال276 شخص المسافرين على نفس السفينة مع أن بولوس الرسول وصل إلى روما لكنه وصل إلى قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية وهذا كان سبب فرح له لأن هذا كان وعد إلهي ورؤية إلهية ينبغي أن يتكلم في روميا لم يكن يعلم ماذا سيحدث له ولم يدرك أنه سيصل إلى روما كسجين لكن تشجع بوعد الله وتشجع أيضا برؤية الرؤية اللي الله أعطى إياها وتشجع أيضا بالمؤمنين اللي قابلهم في منطقة روما أجوا ورحبوا فيه هذا طبعا رؤية المؤمنين كان بمثابة التشجيع لبولوس الرسول رفع من معنوياته وطبعا فرح روحه أيضا رؤية أصدقاء هناك ومؤمنين من مختلف أنحاء العالم يكتشف أو اكتشف أنه ليس وحيد بل أنه عضو في جماعة عالمية كنيسة الرب التي تتألف من كل المؤمنين في جميع أنحاء العالم واكتشف أنه أمام حضور الله بغض النظر إن كان حر أو سجين واكتشف أيضا أن وعد المسيح وعد حقيقي لا يكذب بل يتمم ما وعد به لتلاميذه وأتباعه ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر كان المسيح أيضا مع بولوس الرسول وصل إلى روما وهناك جاهر بولوس حتى آخر لحظة وتحققت الرؤية مع أنه كان سجين استأجر بيت لنفسه كان عنده نوع من الحرية أنه يتكلم بكلمة الله فدعا اليهود الموجودين في روما حتى يتكلملهم عن لماذا رفع قضيته دعواء إلى قيصر كلمهن بكلمة الله البعض قبل والبعض رفض كما هو الحال في أي مكان بيتكلم فيه بولوس الرسول طبعا في هذا السجن مثل ما ذكرت اتمتع بحرية يعني كان مسجون في بيت كان مربوط يده في يد واحد من العساكر وكان الأصدقاء يزوروا في أي مكان ويهتموا أيضا في احتياجات بولوس الرسول ولأنه كان يتمتع بالحرية عدة أشخاص جاءوا وزروا مثلا تخيكوس جاء من أفسوس تيمثاوس جاء من لسترا حتى يزور بولوس وطبعا كان الكاتب يكتب الرسائل اللي بيتكلم فيها بولوس الرسول ديماس جاء من تاسولينيكي ليزور بولوس وأيضا آخرون البعض ذكر والبعض لم يذكر لكن في شخصية أريد أن أذكرها يحن مرقص زار بولوس من أورشاليم يحن مرقص اللي ترك بولوس وبرنامى في أول رحلة وكان في مخاصمة بين برنامى بولوس لكن يقول أنه نافع لبولوس وجاء وهتم ببولوس بعد هذه الفترة بولوس ترك السجن لكن أريد أن أقول أنه فترة السجن كتب عدة رسائل أيضا الله استخدمه كتب إلى أهل أفسوس كتب رسالي إلى أهل فليبي إلى أهل كولوسي وإلى فليمون وعندما ترك السجن زار بعض المناطق مثل كريت وإسبانيا ومناطق أخرى لكن بعد هذه الفترة ألقي القبض على بولوس الرسول في أيام الاضطهاد الكبير في أيام الإمبراطور نيرون اتهم المسيحيين بحرق روما فابتدأ يجمع المسيحيين ويحرقهم ويعلقهم على صنبان من الخشب ويشعل بهم النيران يقدمهم للحيوانات الجائعة والكثير منهم قدم حياته تضحية في سبيل المسيح يسوع أعزائي في الختام أريد أن أقول ملحوظة أن لوقى الطبيب أو المؤخر اختتم سفر أعمال الرسل بسجن بولوس الأول وكأنه يريد أن يقول أن سفر أعمال الرسل لم ينتهي حتى هذه اللحظة فكم من الأبطال وكم من الشهداء التي قدمت حياتها تضحية للرب يسوع المسيح وأن سفر أعمال الرسل سوف يبقى إلى مجيء المسيح ثانية كل من توج المسيح ربا وملكا على القلب والحياة فالسؤال ما الذي حرك الرسول بولوس أن يتكلم بجهارة وأن يقدم حياته تضحية للرب يسوع المسيح أولا أحبائي حقيقة الرب المقام فبولوس التقى مع المسيح على الطريق إلى دمشق وهو ذاهب ليطهد المسيحيين لكن عندما لاقاه الرب غير حياته وأنار ذهنه وامتلأ بمحبة المسيح وذهب لكي يكرز إلى كل العالم عن هذا الشخص الحي شيء تاني اللي بميز خدمة الرسول بولوس قال إذ أضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر إذن كان يتحرك بمحبة إن سكبت في قلبه محبة كانت تتحاصره وتعنقه إنه أن لا يتحرك إلا أن يتكلم بهذه المحبة هذه المحبة تجاه النفوس الهالكة العالم على حافة الهلاك فأخبار الخلاص هي في شخص الرب يسوع المسيح أكبر مشكلة في هذه الأيام هي مشكلة الخطيئة والعلاج لمشكلة الخطيئة هو الإيمان بالرب يسوع على أساس ما فعله على الصليب من أجلك مات على الصليب وأخذ خطيئك وقام من بين الأموات لأجل تبريرك كل خدمة بولوس شيء ثالث كانت إعلان مجد الله الله لا يعطي مجده لآخر وأريد أن أقول أحبائي انتشرت المسيحية من خلال الاضطهاد ومن خلال العنف ضدهم لم يقاوموا بل كانوا يحبوا كانوا يسامحوا كانوا يغفروا ويصلوا من أجل الأعداء وأنه الغريب أنه مع كل هذا انتشرت المسيحية إلى كل أرجاء الأرض لم ترفع سيفاً لم تضطهد إنساناً لم تتكلم أي شيء سلبي على أي إنسان لكن محبة المسيح كانت تملأهن وتغمرهن حتى يشوفوا مجد الله يعلن في كل مكان لأنه ليس إله آخر في كل هذا الوجود شيء أخير أحبائي بولوس كان تفكيره في الأمور الأبدية هذا العالم شيء مؤقت هذا العالم هو رحلة نسير به إلى الأبدية عزيزي دعني أختم لك تلخيص حياة الرسول بولوس في آيتين قال في أعمال عشرين أربع وعشرين ولكنني لست أحتسب لشيء ولنفس ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله وعندما كان في سجن روميا في الزنزان في آخر لحظات من حياته قال لتمثاوس إذن أنا أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملاكوته اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عذق بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فصح في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك اسمع ما قال في آخر لحظات حياته فإني أنا الآن أسكب سكيباً ووقت حلالي أي رحيلي قد حضر قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيراً قد وضع لي كلير البر إخوتي وأخواتي ماذا عنك؟ هل حياتك بتشهد عن نعمة المسيح؟ هل حياتك بتشهد عن محبة المسيح؟ أم ما زلت أخائف؟ أم هل أنت تبحث عن المسيح؟ أصلي من كل قلبي أن هذه الحلقة وهذه الدراسة غيرت حياتك إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتصل بنا هاتفياً أو تكتب لنا أصلي من كل قلبي أن الرب يباركك ويلمس حياتك وتعيش لمجد المسيح إلى اللقاء والرب يباركك في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن اسم المسيح اشتركوا في القناة